السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنبدأ في حل كتاب المعاصر يونت 7 عندي بعنوان How was your week end يلا بينا على حل صفحة 12 The synonym of the word nervous is بيقولك هنا عايز مراضي في كلمة nervous nervous اللي هي قلق او متوتر heavy ثقيل worried colic regular منتظم wrong خطأ يبقى نختار هنا worried the opposite of the word نقاط is tasty عكس كلمة tasty tasty معناها جميل المزاق او حر المزاق terrible فضيع regular منتظم correct صحيح right صحيح او يمين يبقى نختار هنا terrible the prefix not gives the opposite of the word regular البادئة a اللي هتدينا عكس كلمة regular اللي بتدينا عكس regular هي كلمة irregular يبقى نختار هنا ir regular معناها منتظم irregular غير منتظم we can get the noun of the word dark by adding the suffix نقط عشان نحصل على الاسم من كلمة dark عايز نقول الظلام فهنختار هنا darkness darkness معناها الظلام يلا بينا على بيت جسكستين صفحة 16 when you are worried or frightened of something you are نقط لما بتكون الآن او خايف من شيء ما انت بتكون happy سعيد nervous عصبي او متوتر pleased مصرور friendly ودود يبقى نختار هنا nervous I saw a or an نقط of Islamic monuments in the Islamic museum in Cairo أنا رأيت ايه للأثار الإسلامية في المتحف الإسلامي في القاهرة exception عرض decision قرار suggestion اقتراح match مباراة يبقى نختار هنا exception let's go on the big wheel at the not this week هيا بنا نذهب لركوب العجلة الدوارة في ايه في نهاية عطلة الأسبوع aquarium مطحف الأحياء المائية stadium وهو الاستاد blanterium مبنى القبة السماوية fanfare الملاهي يبقى نروح الملاهي عشان نركب العجلة الدوارة you can see many ancient statues from the past in the Egyptian not انت تقدر انك انت تشوف العديد من التماثيل القديمة من الماضي في ايه المصري hospital مستشفى بول حمام سباحة museum متحف school مدرسة يبقى هنشوفه في المتحف المصري Egyptian museum we learned a lot about the earth and the moon at the not احنا تعلمنا الكتير عن الأرض والأمر في ايه stadium aquarium متحف الأحياء المائية blanterium مبنى القبة السماوية fanfare الملاهي يبقى نتعلم الكلام ده في البلانتيريوم i had a or am not two weeks ago my hair was so long انا كان لدي ايه منذ اسبوعين شعري كان طويل جدا statute مثال suggestion اكتراح haircut قصة شعر activity نشاط يبقى نختار هنا haircut قصة شعر لان شعري كان طويل جدا on sunday we went to the plantarium but it was not يوم الأحد احنا ذهبنا لمبنى القبة السماوية ولكن هو كان عايزين نقوله ولكن هو كان مأفول يبقى نختار هنا closed write what happens to you in a or an نقط هتكتب اللي بيحصل لك في ايه photo صورة diary منتجات الألبان diary مفكرة يومية album album صور يبقى نختار هنا diary i am trying to find a or an نقط to this problem انا بحاول ان اجد ايه لهزين مشكلة ali اللي هي bullying ali صالة البولينج accept معناها يعرض solution حل fear عدل او يعدل يبقى نختار هنا solution انا بحاول ان انا اجد حل لهزين مشكلة wearing a knot is very important for pupils in our school ارتداء ايه بيكون مهم للطلاب في المدرسة form استمارة farm مزرعة frame اطار uniform اللي هو الزي المدرسي ارتداء الزي المدرسي بيكون مهم جدا للطلاب في المدرسة at break we have launched together in the school knot في الفصحة احنا بنتناول الغداء مع بعض في ايه المدرسة laboratory المعمل music room حجرة الموسيقى library المكتبة canteen و school canteen اللي هو المكصف المدرسي او الكانتين بتاع المدرسة a or a knot is a place where you can play or watch sports matches بيكون مكان انت بتروح عشان تلعب او بتتفرج على مباريات الرياضة aquarium مبنى الاحياء المائية museum مطحف blanterium مبنى القبة السماوية stadium stadium a or a knot is an indoor center where you lock at fish living in water بيكون عبارة عن مكان بالداخل انت بتتفرج على الاسماك الحية في المية blanterium مبنى القبة السماوية aquarium مبنى الاحياء المائية stadium stand fanfare ملاهي بقى نختار هنا aquarium the children are frightened not the big wheel اسمها frightened of خائف من الاطفال بيكونوا خايفين من العجلة الدوارة بقى frightened of معناها خائف من it not three hours to reach alexandria it's very far ايه بيكون تلعث ساعات عشان توصل الاسكندرية بتكون بعيدة جدا made صنعة talk اخزة gav اعطى went ذهب طبعا نختار هنا talk الطريق استغلت ثلاث ساعات عشان يوصل الاسكندرية يلا بينا على page 21 صفحة 21 not to go to the park رد وقال yes i did عندي هنا الاجابة بدد يبقى السؤال عنده يكون بدد yesterday our family not to our new house in alexandria هنا عندي yesterday علامة من علامات زمن الماضي يبقى احنا عايزين الفعل في التصريف التاني يبقى نختار هنا moved كان بارح العائلة بتاعتنا انتقلت الى منزل جديد في مدينة الاسكندرية how did you not when you started a new school هنا عندي did واتفقنا ان did بيقى وراء الفعل في المصدر يبقى نختار هنا feel يتعاود نفسك did أو didn't بيقى وراءهم الفعل في المصدر خالد went to the park ten minutes not هنا عندي مدة زمنية وزمن الجملة الماضي يبقى نختار هنا ago وهتعاود نفسك ان ago معناها منذ وبيقى قبلها مدة زمنية في زمن الماضي we not launched together in the school canteen this morning هنا عندي this morning علامة من علامات زمن الماضي البسيط يبقى احنا نختار هنا had لاننا هنجيب الفعل في التصريف التاني احنا تناولنا الغداء بتاعنا معا في مقصة في المدرسة هذا الصباح what not you do last saturday هنا عندي last علامة من علامات زمن الماضي وهنا عندي الفعل في المصدر يبقى انا عايز did والسؤال في الماضي كان بيقولك اداة استفام did فاعل مصدر what did you do last saturday ماذا فعلت يوم السبت اللي فات هنا عندي three days ago عندي كلمة ago علامة علامات الماضي يبقى احنا عايزين الفعل في التصريف التاني فهنختار هنا visited اياد زر عمه منذ ثلاث تيام who did you not last night هنا عندي did يبقى احنا عايزين بعدها الفعل في المصدر فهنختار هنا see who did you see last night انت شفتي مين ليلة امس هنا عندي ago علامة علامات زمن الماضي يبقى نختار هنا الفعل في التصريف التاني اللي هو visited أنا زرت عمي وولاد عمي في الكاهرة منذ ثلاث أسابيع today is sunday النهارده يوم الاحد so it not saturday yesterday هنا عندي yesterday يبقى زمن الجملة ماضي ويوم السبت ده اللي هو مبارح مع it يبقى نختار was it was saturday yesterday النهارده يوم الاحد مبارح كان السبت we not visit the museum last week هنا عندي last week علامة علامات زمن الماضي وهنا عندي الفعل في المصدر يبقى نختار didn't we didn't visit the museum last week احنا ما زرناش المتحف الاسبوع اللي فات they not happy at the cafe because it was nice هنا عايزين نقول انه هما ما كانوش سعداء في الكافي لانه هو كان دوضاء يبقى نختار هنا weren't لان زمن الجملة ماضي وعندي زي فأجب لي where والنفي بتاع where هو weren't بعد كده عندي سؤال correct سؤال التصحيح what did you not did last week end هنا عندي did يبقى احنا عايزين وراء الفعل في المصدر فهنشيل did ونخليها do when not your last english lesson your last english lesson ده كده مفرد فمش نختار where هنختار woes I not set niggas to a boy called Sammy and he was friendly زمن الجملة ماضي حتى تلاقي الأفعال ايه كلها في الماضي يبقى نشيل sit ونخليها في الماضي الماضي من sit ايه sad I didn't not went on the big wheel last week end هنا عندي didn't يبقى احنا عايزين وراء الفعل في المصدر يبقى نشيل went ونحط go this morning mom and I not go shopping هنا عندي this morning علامة علامات زمن الماضي يبقى احنا عايزين ده كده في التصريف الثاني يبقى نشيل go ونخليها went it's when is day today النهاردة يوم الأربع so it was Tuesday لذلك يوم الثلاث كان عايزين نقول بقى مبارح يبقى نشيل today ونخليها yesterday I'm not was lazy he was very active ان احنا عايزين نقول ايمن ما كانش كسول هو كان نشيط يبقى نشيل was ونخليها wasn't there not aren't any cars in ancient Egypt ان ancient Egypt يعني في مصر القديمة يعبقى الجملة زمنها في الماضي يبقى الماضي من aren't هي weren't how long did it not talk to complete the palace هنا عندي did بيديب وراء الفعل في المصدر فانشيل talk ونخليها take I went to Alexandria three years not هنا عندي مدة زمنية وزمن الجملة ماضي يبقى هنجيب في اخر الجملة ago what places do you visit last weekend هنا عندي last weekend علامة من علامات زمن الماضي فمش هنجيب do ونجيب did last week I not see an exception about elephants هنا عندي last week علامة من علامات زمن الماضي البسيط فمش هنجيب الفعل في التصريف الاول هنجيبه في التصريف الثاني يبقى نشيل see ونخليها so يلا بينا على بيج 23 23 اول سؤال عندنا هو سؤال listen يلا بينا نستمع لنص الاستماع بعد كان نبدأ نحل يلا بينا نبدأ نحل dad likes sports dad is good at سمعناها swimming mom makes نقط salads سمعناها delicious my نقط likes making things سمعناها my sister يلا بينا على سؤال الديالوج سمع is telling Alice about her last weekend سمع بتخبر Alice عن عطلة نهاية الاسبوع بتاحها اللي فات Alice بتسألها بتقولها what did you do last weekend ماذا فعلت عطلة نهاية الاسبوع اللي فات رضت عليها وبعد كده قالت لها the funfair الملاهي which ride did you love most ايه اكتر لعبة بتحب تركبيها هنا رحت فين زهبت للملاهي بقى تقولها I went to the funfair I went to the funfair انا زهبت للملاهي which ride did you love the most وبعد كده رضت عليها وبعد كده سألتها سؤال وبعد كده رضت عليها the big wheel ticket was 20 pounds يبقى هنا اكيد كانت بتحب مين العجلة الدوارة يبقى تقولها I loved the big wheel I loved the big wheel انا بحب العجلة الدوارة هنا كانت سألتها سؤال وردت عليها قلت لها ان العجلة الدوارة سعرها كانت 20 جنيه يبقى تسألها فوق كم السعر او كم السمن يبقى تقول لها how much وهنا عندي وصف فعل المساعد يبقى how much was the big wheel ticket او ممكن تكتب how much was the ticket على طول كم سعر التسكرة بعد كده قالت لها that's fantastic رائع جدا هنا سألتها سؤال وقامت ردت عليها قلت لها my favorite snack is popcorn الوجبة الخفيفة المفضلة بالنسبالي هي الفشار يبقى تسألها هنا ايه هي الوجبة الخفيفة المفضلة بالنسبالك what's your favorite snack popcorn is my favorite too الفشار بتكون الوجبة المفضلة بالنسبالي برضو did you have a nice time there هل انت قضيت وقت ممتع هناك يبقى ترد على تقولها yes I did يلا بنا على سؤال there are very old نقط at the Egyptian museum يوجد ايه قديم جدا في المتحف المصري matches كبريت او مباريات dolphins دلافين statues تماثيل centers مراكز يبقى نختار هنا statues she not shopping with her mother every week عايز نقول هنا بقى يبتذهب للتسوق مع امها كل اسبوع goes يذهب has يملك او لدي makes يصنع gives يعطي يبقى نختار هنا goes وgoes shopping معناها يذهب للتسوق I hope students are not in my new school انا اتمنى ان الطلاب بتاعتي تكون ايه في المدرسة الجديدة nervous عصبي او متوتر friendly ودود frightened مخيف ugly قبيح يبقى نختار هنا friendly I like playing on the big note at the fanfare انا بحب ان انا هلعب ايه على ايه كبير في الملاهي يبقى احنا عايزين نقول هنا العجلة الدوارة يبقى نختار هنا wheel big wheel معناها العجلة الدوارة what did you not for lunch yesterday هنا عندي did يبقى احنا عايزين بعدها الفعل في المصدر يبقى نختار هنا eat what did you eat for lunch yesterday طيب ماذا اكلت على الغداء مبارح a note is a place where you can learn about stars and planets بيكون مكان انت بتتعلم فيه عن النجوم والكواكب fanfare الملاهي stadium stade sports center مركز رياضي plantarium مبنى القبة السماوية يبقى نختار هنا plantarium a year ago my father not me with him to visit our farm هنا عندي a year ago منذ سنة يعني الجملة زمنها ماضي يبقى احنا عايزين الفعل في التصريف التاني يبقى نختار هنا talk منذ سنة ابي اخدني معاه لزيارة المزرعة we not in the swimming pool last month هنا عندي last month علام من علامات زمن المودي يبقى نعايز الفعل في التصريف التاني يبقى نختار هنا swim احنا عمنا في حمام السباحة الشهر اللي فات adults usually not good decisions البالغين عادة ايه كرارات جيدة يتخذ قرار معناها make decisions يبقى البالغين عادة بيأخذهم كرارات جيدة we buy candles and chips from the school نقط احنا بنشتري الحلويات والشبسي من ايه المدرسة box صندوق canteen اللي هو مقصف المدرسة factory مصنع library مكتبة يبقى نختار هنا canteen school canteen اللي هو مقصف المدرسة يلا بينا على سؤال الكوريكت are you happy at the funfair yesterday هنا عندي yesterday علام من علامات زمن المودي فاحنا عايزين المودي من are هي where هل انتم كنتم سعداء في الملاهي امبارح I not have a wonderful time at the zoo this morning قلني اللي this morning علام من علامات زمن المودي فهنجيب من have التصريف التاني يبقى نشيل have ونحط had انا كان لدي وقت رائع في حضقة الحيوان هذا الصباح what year not at four years ago هنا عندي ago علام من علامات زمن المودي يبقى هنشيل is وعايزين المودي من is هي woes we climate the mountain نقط next month هنا عندي climate مودي يبقى احنا مش هنجيب next هنجيب lost احنا تسلقنا للجبل الشهر اللي فات write an email of about 18 words هتكتب email مكون من 80 كلمة your friend will tell him about your last weekend بعد كلمة about كده بيجي وراها اسم الموضوع يبقى نكتب هنا عند السبجكت my last weekend عطلة نهاية الاسبوع بتاعتي your name is yasir اسمك yasir and your email address is واميلك اسمه yasir.sam.yahoo.com يبقى هنكتب الكلام ده هنا yasir.sam.yahoo.com your friend's email address is وائل 2022.yahoo.com يبقى هنكتب ده كده عند two في الاول هنا هنقوله dear وائل وبعد كده هنكتب المقدمة بتاعتنا كتب لي 80 كلمة زي البراجراف كأنك بتعمل البراجراف عادي هتلاقي مجاب عندك في نهاية الكتاب يلا بينا مكملين في حال الدرس الثالث والرابع في page 27 صفحة 27 the word is not and began have the same meaning began معناها يبدأ بكون نفس المعنى مع كلمة a rise يعلو flood يدفو start يبدأ ain't ينتهي يبقى نختار هنا start يبدأ the doctor said that the man was not he wasn't alive الدكتور قال إن الروبن كان إيه هو ما كانش عايش يعني ميت هبي سعيد did ميت المريض ساد حزين يبقى نختار هنا did we can get an adjective from the word classic by adding نقط mint e-r-a-l-i-o-n يبقى نحط a-l classical rise is the opposite of rise معناها يعلو أو يرتفع عكسة كلمة feel fall fell fell يبقى نختار هنا fall يرتفع عكسة انخفض نقط and nearby are the same meaning nearby معناها قريب أو مجاور traditional تقليدي hard صعب far away بعيد close قريب يبقى نختار هنا close صفحة تلاتين there was a really terrible نقط and the cruise strap thunk كان يوجد a فضيع جدا والسفينة كروزو غرقت farm مزرعة jungle غابة storm عصفة work عمل يبقى نختار هنا storm كان يوجد عصفة شديدة جدا the lion is the king of the نقط الأسب بيكون ملك a island جزيرة jungle غابة cave كهف storm عصفة يبقى نختار هنا jungle my uncle works as a or a نقط on a big ship عمي شغال a على سفينة كبيرة sailor بحار farmer architect مهندس معماري carpentor نقار يبقى نختار هنا sailor i don't like this story i thought the writing was not أنا ما مش بحب القصة دي أنا أعتقد أن الكتابة كانت exciting مسيرة terrible فضيعة amazing مدهشة funny مدحكة يبقى نختار هنا terrible لأن أنا مش بحب القصة دي what نقط of music do you like رد وقال jazz عايز نقوله ما نوع الموسيقى لانت بتحبه الموسيقى الجاز type نوع age عمر subject موضوع color لون يبقى نختار هنا type what is your نقط of your new science teacher عايز نقول هنا ما رأيك في مدرس العلوم بتاعك الجديد text نص map خريطة band فرقة موسيقية opinion رأي يبقى نختار هنا opinion when something نقط it goes down into water لما شيء ما ايه بينزل تحت المية sunks يغرق floods يدفو swims يعوم flies يطير يبقى نختار هنا sinks لما شيء ما بيغرق لماعنا ان هو بينزل تحت المية هدير has a beautiful note she will be a singer one day هدير بيكون عندها ايه جميل هي يكون مغنية يوم ما sight رؤية sight موقع voice صوت بشري sound صوت شيء يبقى نختار هنا voice عندها صوت جميل جدا he is a famous note in a big band هو بيكون ايه مشهور في فرقة موسيقية كبيرة سيلور بحار musician موسيقار scientist عالم teacher مدرس يبقى نختار هنا musician in our new house i not a room with my brother في المنزل الجديد بتاعنا انا ايه حجرة مع اخويا divide يتقاسم او يقسم spend يقضي share يشارك walk يمشي يبقى نختار هنا share انا بشارك حجرة مع اخويا a or not is a person who asks questions during an interview بيكون شخص بيسأل الاسئلة اسناء المقابلة الشخصية customer زبون interview الحوار interviewer المحاور waiter garçon طبعا اللي بيسأل الاسئلة هو interviewer المحاور terrible means very not فضيع معناها ايه جدا good جيد relaxed مريح bad سيء relaxing الاستراحة يبقى نختار هنا bad terrible means very bad فضيع معناها سيء جدا not means without any other people معناها بدون اي اشخاص تانية يعني عيش لوحده alive يعيش او على قايد الحياة traditional تقليدي terrible فضيع alone بمفرده يبقى نختار هنا alone when the car stopped لما العربية وقفت i walked not the jungle for three hours عايزين نقول بقى انا مشيت خلال الغابة لمدة 3 ساعات يبقى اسمها walk through i not for my pen but i didn't find it انا ايه الالم بتاعي ولكن انا مش لقيته made locked talk put اسمها lock for يبحث عن يبقى i locked for my pen انا بحثت عن الالم بتاعي ولكن انا ملقيتوش يلا بينا على page 35 did you not to the park هنا عندي did بيقى وراء الفعل في المصدر يبقى احنا عايزين الفعل في المصدر يبقى نختار go what music not he like اللي he likes bob music هنا عندي الفعل اخر اس يبقى الفعل المساعد كان عندي هناك does not you go swimming yesterday هنا عندي yesterday وعندي الفعل في المصدر يبقى السؤال بتاعي كان بدد did you go swimming yesterday هل انت زهبت للسباحة مبارح ما تنساش السؤال في الزمن الماضي بفعل مساعد بيكون تكون بتاعته did فعل مصدر not fruit do you like هنا عايزين نقول له اي نوع من انواع الفواكه انت بتحبه which اي who man where aina why لماذا يبقى نختار هنا which اي فاكه انت بتحبها have you got a new jacket no i السؤال عندي كان بهاف يبقى الاجابة تكون بهاف بس مع no هنختار haven't هل انت تمتلك جاكت جديد لا انا لا امتلك no i haven't not there a cinema in your town هنا عندي a cinema مفرد وزمن السؤال مضارع يبقى نختار where is is there a cinema in your town هل يوجد cinema في المدينة بتعتك how not do you go swimming رد وقال twice a week مرتين في الاسبوع يبقى احنا عايزين للسؤال عن عدد المرات بنستخدم اداة استفهام اسمها how often how often معناها كما عدد المرات not subject do you like paste math or science عايزين نقول له اي المواد الدراسية اللي انت بتحبها افضل الرياضة ولا العلوم where when when متى who man which i يبقى نختار هنا which not your friend got a computer هنا عندي got يبقى انا عايز هنا يا اما has يا اما have your friend مفرد يبقى نختار has has your friend got a computer هل صديقك يمتلك حاسب قالي not car is this رده قال it's احمد's هنا عايزين اداة استفهام بتسأل عن الملكية عشان هنا عندي افصرف اس على احمد اها who من وبتسأل عن العاقل how كيف هو بتسأل عن وصلة المواصلات او الحال how much كام السعر او كام السمن وبتسأل عن السمن who's معناه لمن وبتسأل عن الملكية يبقى نختار who's يلا بينا على سؤال correct not does you play chess قال yes i do الاجابة عندي بdo يبقى السؤال كان بdo are you happy الا انت سعيد no i not am هنا عندي no يبقى انا نقصني not يبقى نشيل am ونخليها am not not where do you come to school قال لي by pass يبقى انا عايزين اداة استفهام بتسأل عن واسلة المواصلات يبقى نشيل where ونحط how can she swim هل هي بتعرف تعم yes not we can هنا عندي she بقى مش تنزل ويها تنزل she yes she can do you not like the jazz هنا عندي do واحنا اتفقنا do او does او did بيقى وراهم الفعل في المصدر فان she liked ونخليها like yes i not haven't got two sisters هنا عندي yes فمش بيجي بعدها نافي فانخليها have yes i have not why old are you رد وقال 12 years old يبقى انا هنا عايز اداة استفهام بتسأل عن العمر كام العمر اسمها how old يبقى نشيل where ونخليها how not who car is yours قالك the black one هنا عايزين اداة استفهام بتسأل عن الملكية فانشيل who ونخليها who's not what broke the window رد وقال اشرف يبقى احنا هنا بنسأل عن عاكل يبقى نشيل what ونخليها who هو معناها من وبتسأل عن الشخص العاكل how not many is the burger sandwich رد وقال 20 pounds عشرين جنيه يعني هنا بيسأل عن السعر يبقى نشيل many ونخليها much وبنسأل عن السعر يلا بينا على page 37 صفحة 37 اول حاجة عندي سؤال الديالوج هاني وصارا بيتحدثهم عن الموسيقى هاني بيقولها hi sara what type of music do you like مرحبا يا سارا ايه نوع الموسيقى اللي انت بتحبيها ردت عليه وقالت له hi honey مرحبا يا هاني وردت عليه كمان رد واكيد قالت له نوع الموسيقى هنا do you like another type of music هل بتحبي نوع موسيقى تانى ردت عليه بعد كده سألها سؤال وبعد كده قالت له yes i like listening to songs and you انا بحب استمع الاغاني وانت رد عليها وبعد كده قالت له the piano البيانو بعد كده سألته سؤال وقام رد عليها قالها my dad taught me to play the piano بواليدي هو اللي علمني ان انا عزف على البيانو وبعد كده قالت له that's fantastic رائع جدا ممكن هنا نجاوب اي نوع من انواع الموسيقى ممكن نقول i like pop music i like pop music لانه ما ذكرش اي نوع ما حددش نوع بعينه يبقى ممكن نكتب اي نوع عادي i like pop music اي نوع بقى انت عايزه ممكن تحطه مكان بوب عادي do you like another type of music ممكن نكتب مثلا no i don't لا مفيشي بعد كده سألها سؤال وردت عليها قالت له نعم انا بحب الاستماع الاغاني يبقى يقولها كده do you like listening to songs do you like listening to songs هل انت بتحب تستمع الاغاني قالت له او نعم انا بحب استمع الاغاني وانت هنا كده تعجبت وقالت the piano يبقى كده يقولها انا بحب اعزف مثلا على البيانو يبقى يقولها i like to play the piano i like to play the piano انا بحب العصفة على البيانو بعد كده تعجبت وقيت له البيانو وسألته سؤال ورد عليها قالها والدي هو اللي علمني العصفة على البيانو يبقى اكيد سألته هنا وقالت له مين اللي علمك على البيانو يبقى نقول who taught you to play the piano who taught you to play the piano يلا بنا على سؤال I know the room with my brother انا ايه الحجرة مع اخويا think يعتقد share يشارك play يلعب كلام يتسلك يبقى نختار هنا share or an not is someone who plays a musical instrument or writes music شخص ما بيعزف على الادوات الموسيقية وبيكتب الاغاني انجينير مهندس فارمر فلاح سيلور بحار musician موسيقار يبقى نختار هنا musician good students always نقط down the most important points in the lesson عايزي نقول هنا ان الطلاب الجيدين دايما بيدونهم الملاحظات والنقط المهمة في الدرس give يعطي write يكتب eat يأكل قط يقطع اسمه write down يدون او يكتب ملاحظات coconuts are large brown نقط جزد الهند بيكون عبارة عن a بني كبير glasses ندرات boots أواني nuts مكسرات sales خلايا يبقى نختار هنا nuts there are a lot of nuts on this peach it's dangerous to swim here يوجد الكثير من اي على هذا الشاطئ بيكون خطير انك تعوم هنا jungles أدغال trees أشجار rocks صخور forests غبات يبقى نختار هنا rocks jazz is a type of موسيقى الجاز بيكون نوع من اي music موسيقى subject مادة material مادة خام metal معدن يبقى نختار هنا music روبسون كروزو is a or a not a story by daniel de vu it's exciting قصة روبسون كروزو دي بيكون قصة اي مكتوبة بواسطة daniel de vu بيكون مصيرة جدا او شيكة جدا adventure مغامرة comic comedia historical تاريخي رعب يبقى نختار هنا adventure لان قصة روبسون كروزو دي قصة مغامرات not there are banks in this street هنا عندي زمن السؤال مضارع وهنا عندي banks جمع يبقى نختار are are there any banks in this street هل يوجد اي بنوك في هذا الشارع not people are there in the supermarket رد وقال 13 people يبقى هنا عايز يعرف عدد الناس للسؤال عن العدد بنستخدم ادات استفام اسمها how many how many people كم عدد الناس رد وقال 13 شخص not are there future jobs رد وقال they will be doctors هم هيكونهم اطباء يبقى احنا عايزين نسأل هنا ايه هي وظيفهم بتاعت المستقبل why لماذا وبتسأل عن السبب who man وبتسأل عن الشخص العاقل what ما او ماذا وبتسأل عن الشيء when متى وبتسأل عن الوقت يبقى نختار هنا what ما هي الوظائف المستقبلية بتاعتهم هم هيكونهم اطباء يلا بينا عال السؤال لبعض has your brother got a pencil case رد وقال yes he not does ازاي does والسؤال عندي بهاز يبقى نشيل دز ونخليها has did you not studied hard yesterday هنا عندي did وحنا اتفقنا did بيجي وراء الفعل في المصدر فنشيل studied ونخليها study not do you play chess رد وقال no i can't يبقى الاجابة كانت عندي بcan يبقى السؤال كان بكان هي نقط learn to play the piano when he was four هنا زمن الجملة ماضي لما كان عنده اربع سنين فمش هنخليها learn هنجيب الماضي من learn اللي هو learned منفعة طبعا نكتبها learned اللي تنصح سواء learned او learned بعد كده عندي سؤال الايميل هتلاقي مجاب عنه في نهاية الكتاب يلا بينا نستكمل حل الوحدة السبعة في الدرس الخامس والسادس صفحة أربعين not is the opposite of remember عكس كلمة يتذكر remind يذكر forget ينسى collect يجمع recollect يعيد تجميع forget تذكر ينسى forget nice لها نفس المعنى مع كلمة a dirty ugly سعيد beautiful beautiful مضاد كلمة رائع terrible great sad جميل يبقى نختار هنا terrible we can get adjective from the word wind by adding the suffix not mint able shun y wind windy عاصف loud is the synonym of لود معناها صاخب عايزين مراضف بتاحها يكون ايه قلم هادئ quiet noisy ugly صاخب ugly قبيح نختار هنا noisy page 44 44 نقط it's useful we use it for it is oil بكون مفيدة واحنا بنستخدم الزب بتاحها paper فيلفل bread olive زيتون jam مربة يبقى نختار هنا olive his head is full of good not about life دماغه بكون مليئة بايه جيد عن الحياة thoughts افكار او معتقدات stones احجار eyes عيون box كتب يبقى نختار هنا thoughts last summer الصيف اللي فات we stayed in a nice نقط in hergada احنا اعادنا في ايه في الغرداءة fan fair ملاهي hotel theater مسرح concert حفلة موسيقية يبقى احنا عادنا في فندق جميل nice hotel a famous band will make a not next month فرقة الموسيقية المشهورة هتعمل ايه الشهر اللي جاي market so concert حفلة موسيقية match مباراة hotel فندق هتعمل حفلة موسيقية the not is the place where we can enjoy watching plays بيكون عبارة عن مكان احنا بنروحه عشان نستمتع بين مشاهدة المسرحيات fan fair الملاهي planterium مبنى القبة السماوية theater المسرح hotel فندق يبقى نختار theater المسرح i read a book by my favorite نقط last week انا قرأت كتاب بواسطة a المفضل بالنسبالي الاسبوع اللي فات reader leader writer كاتب lighter كشاف يبقى نختار هنا writer my little brother not me up at 5 am اخويا الصغير اي الساعة خمسة drove koda gav اعطى blade لعبة walk up i cousin يبقى walk me up i cousin الساعة خمسة what not of person was Robinson Crusoe رد وقال clever ماهر يبقى احنا عايزين نسأل ما نوع الشخصية الف Robinson Crusoe kind time وقت size يبقى نختار هنا kind ما نوع شخصية Robinson Crusoe رد وقال ماهر my favorite not won the match yesterday المفضل بالنسبالي فاز من المباراة مبارح هو بيأمل او يتمنى kind concert حفلة موسيقية team فريق يبقى نختار هنا team after hard work day he was not بعد يوم من العمل الشاك هو كان relaxed مسترخي tired متعب excited متحمس interested مهتم يبقى نختار هنا tired my bedroom not a bed and a cup board غرفة النوم بتاعتي a سرير woodlab includes تشمل does يفعل takes x ياخذ يبقى نختار هنا includes when the wind blues the weather is not عندما تهب الرياح التقسب يكون ايه funny مضحك nice لطيف windy عاصف good جيد يبقى نختار هنا windy i not a selfie with my friend is on the beach made talk had gav يلتقط selfie took a selfie we planned to not a barbecued in the afternoon احنا بنخطط in a حفل شواء بعد الظهر طبعا يحمل حفل شواء يعني have a barbeque my laptop stopped اللابتوب بتاعي وقف so i lost all my work لذلك انا فقدت الشغل بتاعي كله living working dying trying طبعا توقف عن العمل working احمد not his homework by himself عايز نقول احمد عمل الوجب بتاعه بنفسه talk did made had هكون did ويعمل الوجب يعني do homework بس هنا الماضي فقلنا did homework يلا بينا على page 47 صبحة 47 اول سؤال عندنا هو سؤال listen يلا بينا نستمع لنص الاستماع وبعدها نبدأ نحل my father drove us to the park on saturday it took an hour to go two kilometers traffic was terrible because there were so many cars اول سؤال عندنا who drove you to the park مين اللقوت بيكم الى الحديقة سمعناها my father when did you go to the park متى ذهبتم للحديقة سمعناها on saturday يوم السبت it took not to go to kilometers an hour traffic was not because there were so many cars المركن ايه لان كان يوجد الكتير من العربيات سمعناها terrible يلا بينا على السؤال التاني والسؤال الديالوج magy and mirna are talking about music magy و mirna بيكلمهم عن الموسيقى i like music very much what about you انا بحب الموسيقى جدا ماذا عنك ممكن تقولها هنا me too وانا ايضا سألتها السؤال وردت عليها تلا i prefer jazz music انا بفضل موسيقى الجاز يبقى سألتها فوق التلا ايه نوع الموسيقى اللي انت بتفضليه يبقى تقولها كده what type of music do you prefer what type of music do you prefer اي نوع موسيقى انت بتفضليه بعد كده سألتها سؤال وردت عليها قالت لها amal maher is my favorite singer amal maher بيكون المغنية المفضلة بالنسبالي يبقى تسألها فوق تقولها مين المغنية المفضلة بالنسبالك لما بيكون عندي عاقل كده بيشيل العاقل ونحط مكانه who يبقى نقول كده who is your favorite singer who is your favorite singer سألتها سؤالها قتلها do you play any musical instrument هل انت بتعزفي على اي اداء موسيقية بعد كده ردت عليها وبعد كده قالت لا great عظيم do you play the flute in a band هل انت بتعزفي الفلوت في فرقة موسيقية يبقى الجيد الاجابة هنا كانت flute يبقى تقولها yes the flute بعد كده قالت لا هل انت بتعزفي الفلوت في فرقة موسيقية سواء yes او no فعادي فممكن تقول yes i do او no i don't it's not an hour to go to school yesterday هنا عندي yesterday علامة من علامات زمن المودي يبقى انا عايز الفعل في التصريف التاني takes talk taking take يبقى نختار هنا talk the last weekend not really fantastic نهاية الاسبوع اللي فات عايزين نقول بقى كان رائع جدا فان انا عندي lost علامة من علامات زمن المودي يبقى نختار هنا woes it's up on sunday not i had lots of homework كانت الامور كويسة يوم الحد انا كان عندي واجبات كديرة هنا احنا عايزين رابط ما بين الجملتين although بالرغم من then ثم or for لمدة يبقى نختار هنا although please not me of the next meeting من فضلك ايه الاجتماع الجاي remember يتذكر remind يذكر mind يقول هنا من فضلك ذكرني بالاجتماع اللي جاي يبقى نختار هنا remind we not in the hotel because we were all very tired احنا ايه في فندق لان احنا كلنا تعبنين جدا talk اخذ او استغرق stayed مكثة او ظلة thought اعتقد road كتب يبقى نختار هنا stayed yesterday we had a or a not at school امبرح ما كان لدينا ايه في المدرسة theater مسرح stadium concert حفلة موسيقية aquarium معرض الاحياء المائية كان لدينا حفلة موسيقية he is a not man so all people like him هو بيكون ايه راجل لذلك كل الناس بتحبه difficult صعب lazy كسول scary مخيف kind طيب يبقى نختار kind as it was not we couldn't stay on the beach بينما هي كانت ايه احنا معرفناش نعود على الشاطئ funny مضحك windy عاصف holiday اجازة nice لطيف يبقى نختار windy not oil is used in some meals زيت بيستخدم في بعض الوجبات olive زيتون lemon orange برتقال أبل طفاح يبقى اسمه olive oil زيت الزيتون i not tomorrow will be a better day hit يقره hoop يأمل او يتمنى enjoy يستمتع give يعطي يبقى نختار هنا i hope انا اتمنى ان البكرة يكون يوم افضل يلا بينا على سؤال correct صارة went to alexandria not next week هنا عندي زمن الجملة ماضي فمش تبقى next تبقى last i not go to the concert in 2010 هنا عندي nz a السنة في الماضي يعني احنا كده في زمن الماضي فمش هينفع معانا go هنجيب التصريف التانى من go اللي هو went how not is your last weekend عايزين نقول له بقى كيف كانت اجاستك اللي فاتت عندك هنا last يبقى احنا عايزين الفعل ده في الماضي يبقى نشيل is ونخليها woes have you not get a school back هنا عندي have قلنا has او have هتجيب لي هنا got بعد كده عندنا سؤال البراجراف عن a fantastic day اتلاه مجاب عنه في نهاية الكتاب